بحلول فصل الشتاء المصحوب بموجة برد تشهد النزلة الموسمية والالتهابات التنفسية الحادة انتشارا واسعا وتمس الفئات الأكثر اختطارا وهم كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة والنساء الحوامل الالتهابات البكتيرية تجم تكون مضاعفات الالتهابات الفيروسية التعفونات البكتيرية تشكل خطورة أكثر ببرشة من الالتهابات الفيروسية يلزمها هي المضاد الحيوي يلزمها بالاستشارة الطبيب اللي هو الشخص اللي فما تعفون بكتيري اللي يلزموا وقتها انتيبيوتيك ولكن انساء عندك حشيحة وشوية سخانة وجعف انفاصة مع ان التهاب فيروسي ما يسحقش انتيبيوتيك ولتفادي التعاكورات الصحية تسي وزارة الصحة بضرورة إجراء التلاقيح المضادة للنزلة الموسمية وفيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات البقائية ما زالت وانساء اللي ما لقحوش ما زالت عندهم الوقت من هنا آخر ديسمبر بيش اللي ما لقحش يمشي لقحوه هنا عودنا أكد صحيح ما حناش مش نلقحو الناس الكل من الناس اللي عرضة للحالات الاختيرة الاختيرة متاع مرض القريب يعني الانساء الحوامل الكبار مسنين من 65 سنين الفوق والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة وراو حتى التلاقيح القريب من المستحسن إنسان يبشر الطبيب وهو ينصحو بالتلقيح حتى ديما فما احتياتات ما فيهاش حتى مضاعفات اختيرة ولا حاجة ما ننصحو خيان كل إنسان ما يزموش ياخذ التلقيح هو مريض علوغ بنسبة الكوفيد احنا الحمد لله معنى انت اختينا شوط كبير ورجعنا كتشوف مانيش لابسة ماسك اليوم لكن الوقاية ديما لازمة ما زالوا حالات ما زالوا جيونا حالات الحالات خاصة عند الناس اللي ملاقحوش قبل وإلا الناس اللي عندهم امراض مزمنة ونظرا لأهمية الامراض الصدرية يلتأم كل سنة في فصل الشتاء تزامنا مع انتشار النزلة الموسمية مؤتمر للامراض الصدرية والحساسية والذي يعد السابع والعشرين ينظروا في المستجدات على مستوى العلاج لهذا الصنف من الامراض مع تبادل الخبرات كما تعرفوا الامراض الصدرية عندها حضور كبير ياسر للأسف في نطاق الأمراض الموجودة في تونس يعود سبب خاصة للتدخين اللي للأسف مازال موجود ويجبنا نعملوا باش نرجم نقصوا منه ثانيا مع الوقت يظهر أمراض مستجدة أكبر مثال على ذلك هو الكوفيد اللي جاء إضافة لذلك تم العديد من الأمراض القديمة التي تجدد شوي خاصة نقام في الجريب وتتواصل الدعوات إلى ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لتفادي الفيروسات التي تتكاثر في فصل الشتاء تفادي الفيروسات